السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم وعملين اي يا رب تكونوا بخير احنا النهاردة هنعمل مع بعض الشكشوكة بطريقة سهلة جدا وبتتعمل بسرعة وبتاخدش وقت خالص يلا بينا نشوف عملناها ازاي بس قبل ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد ويلا بينا نبتدي اول حاجة في الحلق او في الطوصة هنحط معلقة ثمنة كبيرة ونسياحها كويس وبعدين هنجيب بصرية كبيرة مقطعينها مكعبات صغيرة وهنشوحها مع الثمنة لحد لما تتبل وهنوبها نقلبها عشان ما يبقاش في جزء متحمر وجزء ما اتحمرش بعدين هنجيب كيس صلصة وهندوب الصلصة في شوية مية بعدين هننزل بالصلصة اللي احنا دوبناها في المية على البصل بعد ما يتحمر وهنقلبها تقلبتين كده مش هنسيبها كتير على النار بعدين هننزل عليها بالبيض معينا خمس بدوت وهنقلب البيت بقى معها كويس لحد ما يندمجوا كلهم مع بعض وبالنسبة للتوابل هنحط النصة معلقة ملح صغيرة وربع معلقة فلفل صغيرة بس كده خلاص هي كده استوت طحفة بجد طريقة سهلة جدا وبتاخدش اي وقت خالص بس كده انا خلصت الوصفة بتاعت النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يجيلكو كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته